بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ففي أواخر القرن السادس الميلادي ومن وسط الظلام المخيم في قضية المرأة انطلق صوت السماء على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليضع الميزان الحق لكرامة المرأة ويعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة فبعد أن أعلن الإسلام بأن المرأة والرجل في الإنسانية سواء بسواء وأنها أهل للتدين ودخول الجنة وحارب التشاؤم منها وحث على تعليمها فرض الإسلام نصيبا لها من الإرث بنتا كانت أو زوجة أو أما كبيرة كانت أو صغيرة حتى لو كانت حملا في بطن أمها بعد أن كانت محرومة من هذا الحق قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فالإسلام أعطى المرأة حقوقها في المجالات الرئيسية كافة سواء كان ذلك في المجال الإنساني أو المجال الاجتماعي أو المجال الحقوقي إلا أنه فرق بينها وبين الرجل في بعض الأمور من أهمها المراث كانت المرأة في الجاهلية محرومة من حق المراث فأعاد الإسلام هذا الحق إليها وفصل نصيبها فيه ولكن تناول هذا الأمر بعض ضيقي الباع أو قليلي الاطلاع للنيل من مكانة المرأة في الإسلام وشنعوا بأن المرأة تأخذ نصف الرجل في المراث وأحسن طريقة للرد على هؤلاء هو استخدام العلم علم الفرائض واستعراض الحالات لنعلم موقف الإسلام من المرأة بشأن المراث فكما أن هناك حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل فإن لدينا حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما بل هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل فضلا عن حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وحالات ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئا وإذا ما علمنا أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل هي أربع حالات فقط بالمقابل فإن هناك ما يزيد عن ثلاثين حالة تتساوى فيها المرأة مع الرجل وترث مثله تماما وهناك عشر حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ولدينا حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل فضلا عن حالات أخرى التي ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئا كما قلنا سنحاول اليوم ذكر ما يسمح به الوقت من هذه الحالات مثال أن ترث المرأة مثل نصيب الرجل له صور كثيرة سنذكر منها إذا ترك الميت بنتا وأبا فللبنت نصف الترك فرضا وللأب باقي ترك تعصيبا نصف بنصف ومثال حالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أيضا له صور كثيرة منها إذا ترك الميت بنتا وأبا وأما فللبنت نصف الترك فرضا وللأم ست ست ترك فرضا وللأب ست ست ترك فرضا والباقي تعصيبا وهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب مثال حالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل إذا ترك الميت بنتا وأخذ لأم فإن البنت تحجب هنا الأخ لأم ولا يرث شيئا بسببها ومثال أن ترث المرأة وأن وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئا إذا ترك الميت أبا وأم أم أي جدة فللأم ست ست ترك فرضا ولو وضع مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم فهو لا يرث هنا شيئا لأنه ليس من الورثة أصلا ولمن يرغب بالاطلاع على المزيد من أمثلة حالات موضوع الحلقة اليوم فما عليه سوى قراءة كتب ومراجع علم الفرائض التي تجمع أغلب حالات الميراث لا سيما تلك التي تدلل على حظ المرأة في الميراث وهكذا يتضح لنا الموقف الصريح للإسلام من قضية المرأة وتكريسه صون كرامتها وإثباته أهليتها في الاستحقاق والتملك والتصرف تماما كالرجل لذا فمن حقنا معشر النساء أن نتفاخر بأن الإسلام أعطانا حقوقنا كاملة غير منقوصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة